تحديات تواجه استكمال الحوار بين الفرقاء السياسيين الليبيين في ظل إصرار كل فريق على عدم تقديم تنازلات لاستئناف الجولة الثانية من الحوار الذي بدأته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سبتمبر الماضي ركاية الثلاثة التي اتفق عليها هذه اتفق عليها جميع أعضاء المؤتمر التي هي احترام الإعلان الدستوري وكذلك مسئلة التي تتعلق باستقلال أو احترام القضاء وثورة 17 فبراير مبادئ ثورة 17 فبراير هذه هي الركايز الثلاثة والأساسية بالنسبة لأعضاء المؤتمر وهذه متمسكين بها جميعا وما يزيد الأمر تعقيدا هو اشتراط أعضاء مجلس النواب المنحل المجتمعين في طبرق الاعتراف بهم كسلطة شرعية وحيدة في البلاد رغم قرار المحكمة العليا حل مجلس النواب وبالإضافة إلى تمسك أعضاء مجلس النواب المنحل المجتمعين في طبرق بشروط يصفها الطرف الآخر بالتعجيزية فهناك عقبات أخرى تعترض طريق الحوار أبرزها مطالب التجمعات في الساحات العامة والتصعيد العسكري في مناطق عدة فالتجمعات التي شهدتها الساحات والميادين على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ترفض الحوار مع مجلس النواب المنحل وتحمل الأمم المتحدة مسؤولية عدم الاعتراف بقرار المحكمة العليا لو اعترفت الأمم المتحدة بالقضاء وبالقرار الدستوري في حل هذا البرلمان لحلة إشكالية لا أصبح هناك حكومة واحدة ومؤتمر واحد وثورة واحدة ويبدو أن التصعيد العسكرية في عدة الجبهات أجهض محاولات التقريب بين أطراف الصراع خاصة بعد استهداف المنشآت الحيوية بغارات جوية من قبل طائرات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ما دفع بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام للدعوة لمقاطعة الحوار محمود عبد الواحد الجزيرة طرابلس بين الفرقاء السياسيين الليبيين في ظل إصرار كل فريق على عدم تقديم تنازلات لاستئناف الجولة الثانية من الحوار الذي بدأته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سبتمبر الماضي ركايز الثلاث اللي اتفق عليها هذه اتفق عليها جميع أعضاء المؤتمر اللي هي احترام الإعلان الدستوري وكذلك مسألة اللي هي تتعلق باستقلال أو احترام القضاء وثورة 17 فبراير مبادئ ثورة 17 فبراير هذه هي ركايز الثلاث والأساسية بالنسبة لأعضاء المؤتمر وهذه متمسكين بها جميعا وما يزيد الأمر تعقيدا هو اشتراط أعضاء مجلس النواب المنحل المجتمعين في طبرق الاعتراف بهم كسلطة شرعية وحيدة في البلاد رغم قرار المحكمة العليا حل مجلس النواب وبالإضافة إلى تمسك أعضاء مجلس النواب المنحل المجتمعين في طبرق بشروط يصفها الطرف الآخر بالتعجيزية فهناك عقبات أخرى تعترض طريق الحوار أبرزها مطالب التجمعات في الساحات العامة والتصعيد العسكري في مناطق عدة فالتجمعات التي شهدتها الساحات والميادين على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ترفض الحوار مع مجلس النواب المنحل وتحمل الأمم المتحدة مسؤولية عدم الاعتراف بقرار المحكمة العليا دوات